السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حبيت نقدم فيديو خاص بتساقط الشعر بالنسبة للرجال او النساء على حد سواء وخاصة الرجال رح يفيدهم بزاف الفيديو هذا رح يكون طويل شوية لاني حنحاول نحط كل الوصفات لكي يعني تختار الوصفة اللي راح تساعدك لانه كان ناس مثلا بتحمل شتوم الناس ما تحملش الجزر الى اخيره المهم انكم تخيروا الطريقة لتخجعيكم نبدو على بركة الله للتخلص نهائيا من تساقط الشعر وزيادة طوله في فترة شهر واحد خمسة سنتيمتر الوصفة الاولى نبدو على بركة الله ملعقة من خل التفاح مع ملعقة من العسل الحر يعني العسل الطبيعي نحطوهم في كأس ماء ونذوبوهم ما يكون دافئ هذه الوصفة اللي هي عبارة عن ملعقة عسل ملعقة من خل التفاح مع هذا الكوب الماء الدافئ راح تكون يعني تتكل عفوا تتشرب يوميا تخيرو لها وقت فقط اما تشربوها في الليل وهي احسن حاجة بعد العشاء يكونها تعشى وتكون يعني كين كمية اكل به الخل التفاح ما يأثرش على المعيدة وفقط اللي عنده الم في المعيدة او امراض يعني في المعيدة ما يشرب ما يستعمل شذير وصفة يعني وتشربها يوميا كل ليلة مثلا بعد العشاء واحدية عشاء يشربها هذي بعد شهر بالضبط راح تحصل على خمسة سنتيمتر الطريقة الثانية ونالي صراحة جربتها وعجبتني وهي اكل الجزر اكل الجزر انا وعمري ما كنت متوقع انه يعني يزيد في شئ طول الشعر كنت يعني على بالي بالي فيه البتاك هاروتين وفيه واحد المواد يعني جدة رائعة على الجسم ولكن متوقعتش انها للشعر تاخذوا يوميا يوميا حبتان من الجزر يعني تخيروا لها وقت انتم حريزوا اصبع لعشي مهم جدي وقتها زي ما تحبوا حبتان من الجزر وبالطريقة هذي راح يتوقف نهائيا تساقط الشعر خاصة مقدمة الرأس الطريقة الثالثة ولي انا نكرهها جدا جدا ولكن فادتني لاني جدت فترة يعني سبغت شعري هاي لايت وتساقط يعني بطريقة مريعة وهي تاخدوا حبت الدوم وتحق العصارة هذي تقسمها لزوج وتحقوا يعني ان كان اللي فيه تساقط الشعر وتخلوها ساعة الى ساعتين وتغسلوا عادي الان نشوفوا لي اهم يعني شيء باش هذي الوصفات تنجح وهي اختيار زيت او كريم شعر انا احسن يعني تخيروا زيت طبيعي مثلا هنا عندي زيت جوز الهند او دبر املا حتى هو رائع ويسود الشعر ويزيد الطول قبل الدوش تحطوا من الزيت مثلا ساعتين او ثلاث ساعات من بعد تغسلوا الشعر بالطريقة هذي والله العظيم يعني شهر او شهرين حيرجع الشعر طبيعي جدا ويزدد طوله اه وانتمنى فقط اني افدتكم ببعض التجارب الخاصة بي اه انا صراحة الوصفة منحطة يجي الا اذا كانت يعني انا شخصيا جربتها ونفعتني اه شكرا لكم على المتابعة اذا اعجبكم الفيديو لايك وتركونا تعليق يشجعنا او استفسار فقط حبيت نقول لكم انه رح نحط فيديو ثاني تابع لي هذا الفيديو اه لطريقة غسل الشعر بحن تخلصوا نهائيا من اعفوا من التسقط الشعر خاصة انت على المقدمة لاني يؤثر جدا على الشكل وكذلك على نفسية الانسان اشتركوا في القناة